بإذن الله أن حفلة الكنجة محمد مونير إن شاء الله تكون حاجة بديعة أنا ما بنساش أبداً أنا صاحبت يمكن من حظي أني صاحبت مشوار فنان محمد مونير في محطات كتيرة جداً فاكر كويس قوي أن كنا بنعد له أيضاً زي فيلم تسجيلي أو أعمال وسافرت معاه إلى النمسا إلى ألمانيا وفي الوقت ده الحقيقة ما كنتش متسورة كنت متخيلة أنه محمد مونير حيقابل جاليات مصرية موجودة في أعياد الدنوب اللي بتقام سنوياً طبعاً احتفالاً في فيينا وهو مونير كان مشارك وكان وقتها يمكن الألبوم بتاعه كان شمندورة فأنا كنت متخيلة أنه هنشوف جالية مصرية لكن على مدى تشوف ما كنت الشيفة غير جاليات أجنبية وألمانية ومسكين معاهم غاني مونير مترجمة باللغة بتاعتهم وبيغنوها معاهم كملنا الرحلة بعدها بيومين إلى ألمانيا شفت نفس المشهد مونير يغني للألمان أو يغني للأوروبيين والعدد الأقل كانوا هم الجاليات المصرية أو العربية اللي موجودين لكن الحقيقة الاهتمام الكبير بالجاليات الألمانية وأيضاً في النمساويين أو في فيينا كان بالنسبة لي شيء يعني أول مرة كنت شوف بهذا الكم مطرب عربي يبقى عنده جاليات أجنبية تغني معه ولهو هو ده الكنج محمد مونير وعلشان كده غداً بإذن الله هيكون اليوم التاني لمهرجان العالمين والحفلة يوم 12 يوليو غداً الجمعة وطبعاً يغنينا محمد مونير يحكي حكاية الحدوطة المصرية بغناه لسه الأغاني ممكنة ولسه مهرجان العالمين إن شاء الله مكمل معنا